اعقد مجلس الامن الدولي لثين اجتماعا طريقا لبحث الوضع الامني المتفاقمي في جنوب شرق اوكرانيا بعد قصف مدينة ماريو بول وطلبت تليتوانيا وهي العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي عقد هذا الاجتماع لبحث التصعيد الجديد على خلفية قصف ماريو بول صباح السبت المصرم الذي اودى بحياة ثلاثين شخصا وكان مجلس الامن قد فشل السبت في الاتفاق على مسودة بيان حول قصف ماريو بول بسبب معارضة روسيا لنصه لسوء الحضاننا عدنا هنا اليوم للحديث عن روسيا والانفصالي لأنهم يستهتروا مرة أخرى بل الارتزامة التي قدموها ولكن الهدف نهائي لروسيا لا يزال هو نفسه هو الاستلاء على مزيد من الأراضي التي تسيطر على روسيا في العمق الأوكراني تقول سفيرة الولايات المتحدة لدى الاممتحدة سامونتا باور من جاتي قال سفير روسيا لدى الاممتحدة فيتالي شوكرينا على سلطة كيفان تترى الجلوس حول طويلة المفاوضات مع تشكيلات الدفاع عن النفس الشيء الرئيسي هنا وأن الجميع يجب أن يفهمه وأنه لا يمكن أن تتحقق نتائج حقيقية إلى من خلال الحوال المباشر بين كييف ودونسك ولوهانسكا يتجتمع مجلس الأنب بعد ساعات من اجتماع الاستثنائي لحلف الأطلسي خصص لبحث تصاعد عمل العنف في أوكرانيا وفي سياق متصل وصف رئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلش الأوكراني بأنه عبارة عن فرقة الجنبية تعمل لصالح حلف الأطلسي ضد روسيا اشتركوا في القناة